حلقة جديدة من البودكاست النهاردة معي محمد فاضل محمد فاضل وانا متحمسة هنتكلم معي في حاجات كتير كلها تخص الليدرشيب أو الزي الواحد يبقى عنده كفاءة في أنه يدير ناس أو يدير مؤسسة عامة سباشالي كمان إنه صغير محمد فاضل هو كان بيرقص آيسيك انترناشنل كان تحتي تقريباً أربعين ألف حد ده بالنسبة لي كان رقم هيوج قوي إنه عادة أنا ما بشوف حد إنه تحتي عشرين واحد موضوع بيبقى صعب فأربعين ألف واحد ده رقم كبير قوي وكمان هو كاتب لكتاب جريس كيل بيتكلم فيه عن الجروني بتاعته وبيتكلم فيه إزاي ابتدى الطريق بتاعه عشان يبقى ليدر فهنتكلم مع فاضل النهاردة ممكن أقولك فاضل عادي تولي الحلقة هنتكلم مع فاضل النهاردة وهنحاول نتعلم كده من الجروني بتاعته فاضل حكي لنا ممكن نبدأ أي من مدل الآخر من نعم يعني ممكن نسألك بتعامل يهي دلواتي ماذا تفعلين دلواتي طيب دلواتي لقد أعرف بس أنت عندك كم سنة دلواتي دلواتي تسعشرين أوكي ماشرون بري يونج يعني نقبط في الثلاثين لازل بس دلواتي حاليا at this point in time دلواتي أم هدنك product ففينتك فمانجين product which is product management يعني فدي حاجة داري نفسي كنت بعملها فترة كبيرة فحتة بلاي نفسي فيها وحتة داري قائل نجوي بس نكستويد برضو بعمل consulting في strategy في management with a product وحاجات within this area أنا أشندي حاجة برضو داري I more of find joy in and the scale of the impact that I want to be able to أكون عايزة أن أنا أطلعو حاسسن أنا محتاجة أكتر من شان الوحدة فمش عايزة أكون دايما ماسك حتة واحدة عايزة أكون بحاول لنا علي حتة كتيرة واريس كتيرة ودمين كتيرة ومسحات أكبر أن أنا أعرف أساعد ناس أن أنا أعرف أعمل حاجة واللي هو بيرفلكت على اللي كنت بعملوا زماني اللي أنا بلاقي فيها نفسي أكتر فدل بعملوا حالين وياه that's about it Very interesting جاي فوضل خلينا بقى نرجع لورا ونبدأ الجروني من زمان قوي طبعا أنا لسه كنت بقولي فوضل قبل ما نبدأ تصوير I feel like I know him so much شانا أنا سنعت الكتاب فعندي أسئلة كتيرة قوي من الجروني بتاعتك لو هنيجي نقول أن أنت من زمان قوي لما كنت لسه داخل الجمعة كنت kind of a bit introvert يعني شوية انتواقي مش into leadership أحكي لنا إيه التريجر اللي خليك تتغير يعني إزاي تحاولت من على فكرة أنا بسأل السؤال ده لهدف لأنه الناس اللي بتسمعنا كتير قوي منهم إيه 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 على فكرة لو حد extrovert يعني بيبقى عندنا حتة اللي انت مش واصق بالزات في مرحلة الجمعة داية الجمعة آخر المدرسة وانت في سنوي بسا داخل الجمعة ما بيبقاش مش هقول كل الناس بس يعني يعني أنا مساء كنت منهم وناس كتير قوي يعرفهم كانوا كده إنه ما عندهمش الثقة بالنفس الكفاية ما عندهمش ما عندهمش النوهاو إنه إنه إزاي يقبروا وللأسف في ناس كتير بتفضل في الحتة دي لحد بعد ما يتخرجوا يشتغلوا وما يبقوش لسه اكتشفوا كبابلتس بتاعتهم أو قدراتهم هم قادرين يعملوا إيه أنا بتكلم باري هوليستيك عمتا على كل حاجة إنه فحكيلي بقى إنت لما بدأت وإنتا في الجامعة من الجرني بتاعتك في الكتاب بتقول أنا كنت بحاول وخدت بقلي كان النورين أختك هنالكتل على موضوع عن السبورت بتاع أختك بردو هي اللي كتب بتقول لك إنه جرب أقدم فعايز أعرف إيه البداية وهاو توسط بس في حاجة يمانشن أنتي مانشن أن أنا تغيرت فرام يعني هاو دي تغيرت إيه بلطلت بحضائل من إنه إنك إنتك أسخي إنك أسخص إنك إنتك أسخص إنك إنك إنتكا ينتك إنتك ت maximum إنك إنتكا كنت أيضا لكن في الانتصار مجلD فانتصار مجلس تشغير نحن النحوة بشكل دون موظف أظن هناك صحة لك تخيط تختليه اذاً ببعض طبعان أنا تمتل به هناك سواياة وتتكلم أنت لا تتكلم تخيط ما نتحدث طبعاً الانسان ويقوم بمثبت تس والدوية نظام الMTi تس وينوه 16 مختلفة في السملة التاسد في المطالي من الأشخاص الانطفال التس Beim 97% انطفال التس فع standing on the extreme scale أو اسمت إلى أحد الأشخاص بالانطفال التس لكن الخطي Gamma موما بالانطفال التس بيننا مش هو لديه أنت هو في المطال التس السبب في الانطفال التس فصال ايضا للحديد لكني كلها كنت مرتاحة أكثر بأنني أخذ الخطوات الصحة لكنني أخذ الخطوات الصحة ويقضي التغيير في حطة شاينس فإنك هذا هو التغيير الأكبر التي حصل في الجرني زقيت نفسك إنك تبا أكتر في مواقف أنت مش مرتاح فيها بس إنها لكنني أتركيها لأستيقى أنت كنت أستطيع أن أشوف نفسي أشوفي أيهاد حسنًا يفضل قصصاً إنه يمكن أخطوات التعبير إنه الشخص بيبقى كذا ولكن بيعرف ازاي يتعامل او زي بوسي وردو لحد فترة حلوة لانه بيعرفت وانه بيعرفت او زي بتعامل مع الطاقة او زي بتجين و بتلوز انرجي او زي بتخسر و بتاخد طاقة وده من ناحية لو انت انت انتو هتلاقي ان انت بيكين الانرجي بتعطاك لان انتو تاخد البرك بتاعك لان انتو تبع نفسك لان حاجات اللي بتريحك بس ان انتو مش حاوليك ناس لان الناس they drain your energy صح as an introvert you get drained by ال social interaction essentially an expert gains الانرجي بتاعه من ال social interaction من المعاملات مع ناس التانية وانه يبحولي ناس وهملين مجموعات that's how they gain energy فدال technical definition بتاعت being an introvert versus being an extrovert ودالح الناس كتيرا ما يعرفوش وانا بتشعرفو واردو فمنسبالي shyness equals introversion which is not the reality مش هي الموضوع صح فلما تعرفي الفرق ده بتريت تتعلمي اصلا ازاي how can you اصلا leverage نفسك او زي تتغذي حتتت being an introversion as a superpower versus ان انت يقضيها as الناس لو بيشو ساعت being an introversion اس حاجة delimiter عشان نبريك the stereotyping بتتعلمي او زي بتاخد او زي عارف ان انت تستخدم لمصلحتك حتة ان انت introvert او حتة ان انت extrovert فدال حاجة ك introvert او ك extrovert برضو محتاجي انت ك extrovert ما عندكش الحاجات اللي عند بس دا دا دز نط نجيت او مش ب عدم ينفي حتة ان انت as an introvert ما ينفعش ان انت تستغل حاجات برضو تاخد او تستغل ان انت في social interactions او تروح تعمل networking او تعمل او تعمل ان انت you don't enjoy it او ان يبدعين you'll still do it بس هتعملها بسكيل او بطرية مختلفة وان انت اه انا انا ام going to social network او ام going to put myself in front of i'm gonna give talks او ام gonna give speeches او ادخل ودين الناس بس انا عارف ان انا if i'm gonna do it for 8 hours then i need محتاج تمنزاعت تانين عشان عارف اتاك البرك بتايا عشان اجان الانرجي اللي انا اف lost موكن الاكسترورت بالعاكس الاكسترورت موكن ان حي تاني عايز ياخد بقى حيث الانتروفجن عايز يركز بقى حيث بقى حيث الانتروفجن عايز يركز اكتر في الحاجات اللي هي بتديله الانرجي لو ياخد الانرجي بس he needs to gain الانرجي بتاع لانه برضو بيرنج لوحده حاجة that drains him or drains her هنرجع هنرجع تاني بقى للسؤال بتاع انت اي how did he do it انت تولتيلي انه انت بس نكن كنتش لئي الhow فامت واززي you figured out the way to shine بس يعني لما بيرفلكت ولم بسترجع زاكرة وانا صغير اعتقد انه انا وست جيد في عالم كنت تضط نفسي فيه فان انا عارف ان انا كنت عايش في virtual world او عايش within a computer screen لان انا مش عايز احط نفسي قدام الناس انا ايزا اصل او كنت او كنت قدبت في تر ال أنت بعض قوة نزيج التضيف أنني كنت من اش shockην للدرغاظي لذلكاً ملتيني تحب في حياتي في الذين سعيدEndira بصبح في في Randy I Was Out there فإنني المجتمع بالفصلится في العالم أنا أعتبد لأنني أشبك في التعديد وأنت متعودي 60 أشبه يعني في العالم الافتراضي بس قصدي كنت عندي صحاب تانيين وكنت مريحة بالنسبالي لأن دي الحاجات اللي انجت يعني فإنستاذ ان اخرج نخرج نعط في حتنا كنسبالي انا مرتاح اقتنى قدام الكمبيوتر او 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 الكمبيوتر و خلاص هذا هو حاجة اللي فاون جوية ف دي كان هاتي زمان هلو ان الواحد يبقى اكسبتنك انا عجبني الجزء ده فيك ان الواحد يبقى اكسبتنك في الحاجة اللي هو مرتاح فيها هو مش مضطر يعني there needs to be a limit to it و برضو زي there's always حتلاقي دائما يقولك ان في يعني anything can be good to an extent as long as you're not excessive مثلا انت يعني تسوكي تشرب حاجات فيها سكر كتير او تاكل سكر كتير بس as long as it's not excessive it's okay انت تاكل بس not excessively فانت it's okay ان انت تلعب رياضة برضو بس تلعب اكسبل فانت as long as يعني you do things in moderation بيقولوا بالعربي لا تدال حلو تمام لا تدال حلو فانت that's the idea فانا برضو انا I took it to an extreme ان انا كنت داخل اوي يعني دي كانت حياتي ان انا كنت بالساعات يعني غير المدرسة وين every once in a while بس كنت داخل completely فدي كانت حياتي was something I found joy in what happened what happened تقول انا ريزم اخرج برا العالم ده اللي حصل ان one thing حصلت ان انا كت i got very immersed في العالم ده وبردو يعني حتى you mentioned it i got very immersed في العالم ده وكان كل حياتي فيه and at one point خلاص i reached a point that was i felt i felt alone i felt despite being very very immersed in it i made connections and connections i lost at one point لأنهم برضو connections كانت virtual فتو انا كالناس although i'm not negating there's a great ability to create connections virtually فتو اناس لهم فتو اناس فتو اناس بس فتو اناس ًا فتو اناس هذه الدرسات مضحة كافية وأنا لا أريد أن أعرف في الأفكار فيها عجلية وهو رفع تدايرا على نفسه يوجد الآن لكن كان على مجتمع وأقومي بمكورة وأتعاوني بمحاجرها وأتعاوني بمكورة ومن الآن أماناً وأنا كتابة إليكي العمر جداً محالي مجتمع أنعني إنما أتصرع المخصفى أ الحقيقي أتركتهم وأيضاً فج Yoga فلتضعت ممتعي تحتى تفضل كفرعا فجد فلتحت ممتعي كي تشعر كفرعا وفكت أليم في مقنة ويجب أن يرتب في محلول الى محلول الى اختي و Without& اختي manner وعلى كله محلول الى محلول الى محلول الى اختي وعلى منتعان أختي وفكت أختي أنت في محلول الى محلول الى اختي فشي راكمند ان انا قرب حاجة فان فاكاك ان اول حك قربتها ان جيو سي اميان فاقربت اميان ويت was it started that trigger of wanting to try things وبعدين دات بقى لما عجبك الموضوع it became interesting how did you feel when you tried it يعني حسيت ايه اللي عجبك خليك تحس انه ايه ده مختلف قوي عان لانا كنت فيه فيا الله خليني اكسبور اكتر the connections you built the people that you're around يعني اكترون ايه حاجة um there was a there was a challenge yeah besides the the bigger challenge happened afterwards يعني the that that was after besides the the connections that he built that كان حاجة that felt felt more يعني it was a different type of engagement ده اميش contradiction زبت كتس اقول لك مش ده contradiction عن اللي انت دائما كنت بتبتولي انه احس ان connections مع الناس في الحياة بيخليك معندك شتاكو تبقاش عايز تتconnect مش حاسن ده متناقد انا بس بحاول افهم ايه اللي حصر هو بيخليك معندك شوك بس بقول لك زي as long as it's for an extent فانا مش طول الوقت يعان ما الناس كنت مش طول الوقت اننا ديما كنت بيانجاج in that degree بس بس يمنا يعني as i went through حياتي this topic of being around الناس كل هكذا يعني i think دي مشكلة برضو احنا نعملها وكلا نايا ساعد you frame your whole being around انت introvert or extrovert which is it's a very small factor of who you are as an individual it's a very small component صغير من شخصيتك او من الidentity بتاعتك كشاص فلنحن مكلم فيه اللواتي الحت being an introversion دي كانت مخليك بس تكتشف انه حاجة مكتتف كده انه لا بس لأخري it's part of you are بس it's not who you are it's not الidentity انت فيه حاجة اكتر بكتير من بس انت an introvert or an expert it's a label you put بس it's nothing more than a label ومش محتاج اصلا تايش بلابلد اصلا it's حاجة حاجة فيك بس you cope with it and you learn how to work with it وانت بردو من المقول you learn how to work with it مش بانهن حاجة it's a negative thing بس اصلا you learn how to leverage your personality لن we can jump into this later بس عشان تيباسي منشن في الول حت المانجر بيولك ات's hire an extrovert او مش او حت او حت بس بس if you reflect on the leaders in the world when you reflect on the big people within the world when I reflect on the leaders within my organization or when I used to do things وكتبام الحاجة حت لين in the majority of the leaders when you think of the leaders of Apple when you think back then when you think of Steve Jobs when you think of Bill Gates and Microsoft when you think of Google they were all introverted they were all they all all are مش محنن extrovert وانهن بردو محن you're gonna find a lot of very great extroverted leaders بس في الاخر it is it's a stigma عند الناس صراحة يا فوضل دي كان هدف من أهداف البودكاست دي كنت عايزة انه لا يا جماعة احنا عندنا stereotyping فالأكزامبل اللي قدامي هو ده بالضبط فوضل هو ده بالضبط لأنا عايزة اواري ناس به المسج دي انه لا يعني للماناجر اللي كان بيقولي لا أنا هاختار حد extrovert لأ انت غلق that you do need specifically شخص which is not completely there but I mean the expectation when you're hiring someone for sales an expert an extrovert it could be but it's not the given they are very strong they are very capable and strong introverted sales people as much as they are but the expectation is that an extrovert will put themselves out there وممكن يكون فعلا an introvert will enjoy بس أصلي في لكل there are outliers في كل حاجة صح 100% so that's something to take into consideration then back to the journey عجبك M.U.N and then بدأت بقى رحلتك مع ISEC بس قبل ما تكمل في موضوع ISEC عشان الناس اللي مش عارفة ISEC هي مؤسسة غير هدفة للربح هدفها انها بتعلم الشباب ازاي عندهم skills او مهارات للكيادة او leadership skills عن طريق بقى كذا حاجة بيعملوها في البروجرام ده انهم بيصفروا ناس بيعملوا exchange طلبة من بلد معينة تيجي مصر والعكس صحيح يشتغلوا بحاجات معينة بيبقوا مسكين حاجات في البروجرام نفسه ليه علاقة وازاي يديروا الماديات انا بحاول اختصر سيها ISEC يعني موضوع كبير قوي بس ده بختصار يعني فاضل كان بيليد ISEC organization globally مش بس في مصر بس ISEC في كل حتة في العالم عايزة بقى اسألك يا فاضل انه انا عارفة انه leadership بجد هي من اصعب بحساب من اصعب الحاجات ليه انك يبقى عندك vision للحاجة اللي انت بتعملها انك تحط strategy انت ماشي فين انت فين زي ما بيقولوا north star بتاعتك او التارجت اللي انت عايزة توصله انا ممكن اسأل السؤال generic شوية عشان يفت مع كذا حد بيسمعنا بالذات لو حد بيشتغل وعايز يبقى بيبقى عنده challenges في موضوع vision ممكن تحكيلنا examples عن ازي كنت strategize او بتخطط لي ISEC عمطا انت ISEC هنا نهارده بيعمل كذا من سنة حكيلنا اكتر على الحتة دي So more of the strategy او التخطيط بتاع how did you do it ازاي ازاي شفتها هانت كلام عال challenges بس ازاي كنت بتساتل vision بتاعتك when it comes to setting a vision you're setting a vision لل organization او لل team او لل segment او لل function او ال area اللي فيها ف that's the you're setting when you come in as a leader until you come with ambition where you come with تموح انت عايز تعمل حاجة ويكون عندك goal ويكون عندك هذو زي انت قلتي ف you plan ahead بتفكر الهجات التي تعملها وتفكر انت عايز المكان انت في وصل لفين با الوقت الامت حططت الو timeline حاجة عايز او ثلات شهور نص با ideology با الحاجة اللي need to take into consideration لو انت you're leading a team انت هد who's aspiring to lead حاجة دائما it's not only about you انت تحتي اك ب كل حاجة بس في الاخر you're not it's not about personal glory it's not about انت ب حاجة تحتي ب حاجة تحتي بس what do they actually think meaning الناس اللي تحتي اللي ناس ال for organization هم شايفين ال organization يفروض تروح فانت جايب با direction بس في ناس انت مش عارف كل حاجة essentially يعني مش انت الشخص اللي عندو كل knowledge العالم انت و بيين ان a leadership position او بيين حد دو او بيين انت بي همبل enough to understand ان انت مش عارف شخص دائما في اللوضة او انت مش عارف شخص دائما في team بتاعك لان having a team اصلا ال purpose باعت انت يكون عندك ناس و اقوى من في حتة بتاعتهم في areas باعتهم اللو انت اقوى من في رسائتهم انت you hired the wrong people or you have the wrong people or you not empowering them enough ان يتحسنوا لهم ال Level انت محتاج انهم يوصلوا له عشان يعرف ويcomplementوك تحط direction تحط vision تحط الحتة دي تحط بتاعتك بس بعد كده انت يجب through a process of getting them to build along with you فانت تدخل او انت تدخليش بال حاجة بتاعتك ان ينفورس ودي غلطة بتحصل كتير انه يكون الشخص اللي فوق بيعمل حاجة اللي هي الفكرة top down versus bottom up ان تحاول تزق حاقتك على الناس التحت ايك من غير متمنون ودي غلطة ايك تحصل في كتير و ideas كتير that are much stronger and much more fitting لال reality اللي انت فيها than الحاجة اللي انت طال بيه بس this does not negate او ما تنفيش تقول حتى انت تيكي بحاجة ان انت بعندك فكرة لان you still need to have a direction بس بس open to altering a direction بتاعتك بيز على انت your goal is to improve leadership development في كل الناس الهوالي دا الامبشن لانا انت تقول بحاجة بحاجة الهوالي بس الهوالي بس الهوالي بس بس الهوالي وانت تريد الناس يوصلوا الهوالي انهما يفيل فولفل انهما يوصلوا الهوالي انهما they developed they grew انهما they became their natural best فده كان الهوالي فلانت تقول حاجة زي كده it's not going to be about you as a leader of an organization شخص واحد من 40,000 that does not make any sense لأن انت ماندكش كل information وماندكش كل reality سار 120 بلد اللي شغالين فعيس فان الهوالي يحصل دائما في مدة خمس سنين قدام فده كان بيبقى من ال organization كلها بدين كل الناس بيبقانوها بعد كده كان كل بقى سنة يجي حد لما هادي يجي ويليد كان دائما عنده ديف يسميها الروبما بتاعتنا اللي الروبما بنت محتاج تروح فين بيز على المؤسسسة كلها شايفة محتاج نروح فين بس انت بتليد الطريق لها يفacilitate how it needs to get there وبرضو بتحط الفكرة بتاعك حط الاختلاف اللي جاي بي والتيم بتاعك جايين بي in order to make it happen فدا دائما taking the consideration الفكرة برضو يكون في timeline كويس قدام where الناس التحتيك they got to build where they need to be واتلي معزم في corporates كلها they have their bigger goals بس كل سنة طبعا في that specific shorter term ambition shorter term goal بس في الاخر everything بتصب في حاجة كبيرة المؤسسة الشفائية مثلا في العالم كله ما تفكري في حاجة الهداف ال SDGs sustainable development goals فدي حاجة العالم كله حضرتها وروسائل بلاد حطيناها للعشرين ثلاثين لأسف مش لوصل الله بس دي حاجة يعني نتس بي يعني بيريليستي بردو وابتميستي بس يعني دي حاجة الناس كلها في العالم كله حاطيناها عشان يوصلوا لها فكل بلاد ما تأخذها بتكسرها انتو وات كن اكشي دو تتوصل للحاجات دي اللي كانت تلات بيها العالم كله فنفس ال concept بس بس break it down على very والجرني دي از ليدن حاجات مختلفة like the do's and the don't as a leader لسوائق المؤسسة كبيرة زي ايساك او ليدن صغير بس ليدرشيب الحاد الواتي ا الحاد الواتي I don't claim ان اي I know leadership full well and I think leadership is a journey you're constantly learning about how to lead one I've made a ton mistakes I've done my leadership journey and I still I still bغlott فيها but from every experience you're trying to teach me something so I think one thing you do as a leader and you're open constantly to teach your actions in leading a team bear in mind if this is experience for team it's understandable it's not going to be intuitive it's not intuitive you'll understand how manage a team don't be too harsh on yourself when you're leading a team and being open to you're going to make mistakes as long as you're willing you're open so you're listening from people who are leading or peers who are you're going to how it's done and they keep going at it but they don't learn along the way فأس long as you're learning تتعلم من ناس اللي تحتيك أصلا بيزا على feedback لهم يدولك عشان تحسن أصلا your leadership style وتعلم من ناس اللي حواليك وتعلم externally بردو you're constantly reading بتحول تفهم how do I lead better وتتعلم بردو من having role models for leadership how they lead and how they do things I think that's something that's extremely important ونقصت to it there's يعني زي من تقول بردو never be too harsh on yourself so we know that leadership is not انت مش مسا نقاي لك فرصة تليد a team واحد معين and based عليها I'm going to اكتشف انا leader ولا hey leadership is a journey you're gonna lead a team دلوات you're gonna lead a ممكن هتليده المدد ستة شهور سنة سنتين you're gonna lead a team بعدي it's a constant improvement cycle في انت طول الوات عم تتعلم لحد ما معندك ستين سنة سبعين سنة تكون بتليد بتورة مختلفة you'll figure out طبعا your leadership style you're gonna figure out what works for you what doesn't work for you you'll learn about yourself but you'll learn about yourself and the experiences وساعات هتلاقي ان في حاجة another learning to take into consideration انت when you're leading a team bear in mind او خلي دايما في بالك ان انت الاشخاص اللي بتليدها حتى لو بتليد اتنين ان الاتنين مزاي بات ان الخمسة مزاي بات ان العشرين مزاي بات ان المية مزاي بات طريقة بتاعت leadership مع كل واحد تختلف فانت leadership style بتاعك دايما you need to be very adaptive او دايما تكون مفتتح لفكرة ان انا هغير طريقتي عشان اعرف اساعد الشخص اللي قدامي اعرف اكون انا ام اي ممارسي اي حقص ان الاتنها محتاجه و I think that's حاجة مهمة و it might seem أو ممكن تبان أنه حاجة صعبة أو حاجة قيلة بس bear in mind at the moment أنت get elected or get chosen أنت تليد ناس أن الناس دولار your responsibility and it's automatically your job is أنك تكون بتخدم الناس to lead is to serve أنت you're meant to serve الناس التحتيك دي و دي برضو غلطة للأسف مش عجب تحصل ودين ودين دلوقتي أنت قلت تليد is to serve عشان تبقى بتدير ناس أنت دورك أنك تخدمهم بس تدير المشكلة أن if within organization كثيرة within companies كثيرة within teams كثيرة للأسف we think leadership is a privilege بس we see privilege وطير مختلفة أنتك أن أنت you're put in a place و أنت تليد ناس أو تمنج ناس أن أنت كده في مكان أعلى يتسنطر أو دس أنت دلوقتي it's a privilege أنت you have the privilege أنت تليد ناس تتعلم نهم أنت you're driving them to drive growth لكنك your goal is your success is their success فإن تتعلم فإن تتعلم مهلا لكن إنه مهلا مهلا أنت تخدها بطريقة صحة وتعينها بطريقة صحة فما تفكر أنت تحطيت المنجر فإن تكده الإيجو بتاعك is being hit فإن تتعلم هذا ليست وإن تتحطيت أنت تليد ناس فإن تتعلم في الناس دول فإن وإن أعرف عرف أني عملت أغضي و dعISHA أنا أعمل تغضي الكثير بي أز lipstick и أعملت أغضي �d ألم صحة أع displaced وتع� Tôi I think that I've seen lacking what I've faced myself. I've seen other people. هي حتة أن دايما as a leader or as a manager أنت دايما بتأسوم, and I think a topic, أكيد كلمتي عليها وهي كذلك, the idea of empathy. أنت تحط نفسك in someone else's issue أن أنت تحس بالشخص قدامك حسه. And one very important thing as a leader or as a manager أنت دايما تحاول أن أنت تفهم الشخص قدامك بيعاني بأيه أو بيعاجه إيه أو إيه اللي معاه بيحصل معاه عشان بيليده أنه يعمل حاجاته ويعمل حاجاته. مشكلة فكرة أو to put this in context to make it more practical. أنت, let's say you're in a manager وتحتيك شخص they are underperforming. أنهم بيجيبوا طارجت سبعتهم مش بيشتغلوا أجاش الشوق النهاردة مش برضى على تلفونه. أول حاجة بتحصل لنا أزا ماانجر ساعت أن أنت يتججل شخص قدامك. بتحاول تلقى الشخص ده للأسف مش غال كويس أو بيستعبط أو عنده بيحط لي حاجة كتيرة أو بيحاول أنه هو a bad performer أو هو شخص مش مهتم ولما بنعمل كده we don't look beyond الحجاج اللي احنا حطنا أو كل المينيك اللي احنا يتتحش للإفنس اللي حصل الإفنس مثلا لو فصص حتة إن الإفنس إن هو شخص ما جايش شغل في معايده أو إن الإفنس إن الشخص didn't deliver على الdeadline ده إفنس فإحنا يتتحش للمينيك إن الشخص ده مش مهتم أو الشخص ده مش بيحترمني أنا للإفنس دي معاني لو بصينا على المينيك behind the events دول لو بيأكشي بقى تدو a bit of more testing فيها ناك تشف إحنا المينيك اللي اتتحش دول are completely inaccurate فإن إنت لما تدخل الشخص ده one-to-one مثلا تدخل معايده مش أول حاجة تعملها إذا كنت لماذا تتلين deliver in time أو إنت حسك مش مهتم لما You have to listen The first thing you ask The one thing to ask is تدخل الشخص ده and ask how are you doing تعمل أو إنت تعمل Look beyond الحاجة try to understand what's happening لأن nine times out of ten لأن الشخص ده والشخص اللي قدامك دي يكون عندهم حاجات في البعغرون بتحصل that you have no idea of and they don't feel that psychological safety قدامك أو that comfort إنه شارع معك إن كده it's reflecting in bad work إذا كده بسي if they feel comfortable they know أنت you have her or his back then they'll feel more engaged towards and who might perform فلو حسين أنت you're a person who's empathetic you're not who's judging them you're not who's being harsh on them then you can build trust you're never going to build trust without empathy فدي that's core of being a leader and I think that's the most important thing you're always دائما أول حاجة تهتم بيها أنت إسال شخص اللي دائما به عمل إيه أبل ما أنت تأتاك him أو تأتاك أعرف اللي بيحصل في الbackground and to reach دائما أول مرة مش هيحكي لك مش هيopen up لك بس لما تبال that kind of pattern مع الشخص دا عرف أنت فعلا مهتمد you're not faking it actually you need to be مهتمد it's about it is about being authentic لإهتمامك بالشخص دا and when you build التrust أو تبال الإحساس دا مع الشخص قدامك then you'll be able to generate results من الشخص حاجة التانية which I think is حاجة that is missing and we always say we always say that a leader needs to be empathetic مع الناس التحتي we always forget الناس التحتي أو الناس اللي who work with him the idea أن empathy is a two-way street أن empathy مش رايح بس مش من الناس التحتي بس empathy برضو needs to be practiced the other way around نساءات حتلاي نحنا يجج الناس الفوئينة without actually understanding what they're going through without understanding المشاكل whom they're facing and نحن التيم في خمسة ونحن الخمسة عدين حاجات مختلفة عاما فالشخص اللي فينا هيعرف في الفل تلاتة مننا ففيه اتنين مننا هيكرهوني as a leader as a manager الاخناء التي يوقت الأبريزل حاجات كذا فدايما have empathy برضو that other way around and when you have it you make your boss's job a lot easier ونحن تفهم برضو هو هو أو هي what they're going through think that's a critical thing we forget about when I forgot about personally why face برضو those two sides of the things وبردو saying that I have failed in both I have failed in being empathetic to my leaders and I have failed in being empathetic to my members at times فإنك بس unless I had failed I wouldn't have learned I wouldn't have understood إنه حاجة مهمة بالنسبة لأننا عملة طول وقت فإن 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 I was listening most of the time عشان بغد كلمك بخليني reflect back وبتعلم thank you so much do you want to add anything more regards the topic though in general I think I'm good are you happy about the experience it's nice it's nice to have a conversation thank you so much thank you for coming